السلام عليكم زيكم شباب برحب بكم في لقاء جديد والنهاردة هنتكلم عن موضوع مهم واساسي في النيورو فيسيولوجي وهو موضوع البين سينسيشن بين او دراسة البين سينسيشن ده موضوع مهم جدا يا جماعة لان يعني شكوة البين هي الشكوة الاساسية العيانية يعني العيان لما بيروح للدكتور في الاساس بيبقى سبب زيارة الدكتور هو البين سينسيشن يعني اكتر كلمة هتسمعها من العيان عندي وجع او عندي الام طبعا عشان نقدر نشخص ونعرف الالام ديت يا ترى سببها ايه هل هي متعلقة بأعضاء الجسم هل يا ترى الخلل فين بالزبط لازم تبقى فاهم كويس اوي فيسيولوجي وبين عشان ما تغلطش في التشخصات فالفيسيولوجي وبين فيها كلام كتير ومهم جدا ان شاء الله اللخص على اكتر من محاضرة في المحاضرة الاولى النهاردة هتكلمكم عن مفهوم البين والديستربيوشن وهتكلم عن خصائصها وازاي بيحصل لها استيميليشن وانواع البين سينسيشن وهنتبقى نتكلم برضو عن اول نوع فيهم اللي هو الكوتينيس بين في المرة اللي جاية هتكلم عن الاثر تايبس اوف بين وهتكلم عن موضوع مهم جدا اسمه بين كنترول سيستم لطرقون ان شاء الله لكن النهاردة هتكلم عن يعني ايه بين سينسيشن بين سينسيشن هو عبارة عن ديس اجريابل ديس كونفارتابل سينس كوزد باي تيشو دامج هو عبارة عن احساس مزعج غير مريح سببه تيشو دامج يعني علشان يبقى عندك بين لازم يبقى فيه تيشو دامج طب واحد يقولي طب ما انا عندي الحتة دي بتوجعني ومفيش تيشو دامج ولا حاجة مش لازم تيشو دامج داي يبقى مكروسكوبك ونشوفه بالعين المجردة لا اولا طالما انت حسيت قلم لازم حصل تلف في الخلايا حتى لو على اقل بعض الخلايا البسيطة فمش لازم تبقى حاجة مكروسكوبك بالعين المجردة طيب لو بصينا على يعني ايه هو المغزى من البين يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل عندنا البين سنسيشن علشان ايه علشان يزعجنا علشان يدايقنا علشان ينغص حياتنا علينا لا البين سنسيشن في الاساس هو عبارة عن ميكانازم او نقدر نقول عليه بلغة تانية سهلة جرس انزار بيقولك يقولك في حاجة غلط هنا يعني واحد مثلا عنده قلم في دراعه يبقى فيه هنا حاجة خطأ فيه عنده مثلا التهاب في المفاصل في المكان ده واحد اتعرض لحادث وبعد الحادث بفترة يعني بحسي ان فيه منطقة في جسمه بتقلمه يبقى ممكن فيه جسم غريب تاخل جوه جسم الانسان فيفضل على طول يحسسه بالقلم لغاية ما يروح للدكتور ويعمل اشعة وبعد كده يعرف ان فيه جسم غريب ويشيله يبدأ يرتاح ممكن بعض الناس عندها التهابات في المعدة التهابات المعدة ده عملاله وجع عملاله قلم بيروح للدكتور بيتعالج طب لو ما تعالجش يحصل له كرحة ممكن تبقى مميتة ممكن وعد عنده التهابات في المسانة فيه ميكروبات موجودة في المسانة اللي بتحسسه بوجع في المسانة يروح للدكتور يبدأ ياخد علاج مضاب حيه او غيره بدل ما المسانة هلتهب ويحصل فيها تليفات ويبقى عنده بعد كده انزيدات في مجرى البول اذا دايما البين هو شيء مفيد جدا لانه وورنينج سيجنال والكلام ده بيبقى واضح او يا جماعة لما البينز نسيجن يختفي فيه امراض بيختفي فيها البين اه طبعا مرض السكر لما بيتمكن من العيان بعد 30 سنة 40 سنة بيعمل حاجة اسمها التهاب في الاعصاب الترافية بريفرال نيورايتز ودي بتؤدي الى سينسورولوس وموتورولوس من ضمن مشاكل السينسورولوس ان حاجة اسمها القدم السكري اللي هي دايابيتك فوت والعيان فيها ما بيحسش ممكن العين يبقى عنده جرح زي ما انت شاهد في الصورة كده وهو مش حاسس الجرح ده لان ما فيش بين سنسيش الجرح بيزيد ده ممكن في بعض العيانين يبقى عمق جدا ويوصل للعظم والعين مش حاسس حاجة طبعا فجأة يعني يلاقي ان فيه عنده التهاب شديد في القدمين ممكن في النهاية ينتهي ببتر في الاقدام بسبب ان ما فيش بين سنسيشن ينبهه من البداية ان فيه هنا حاجة غلط يبدأ ينظفها ويعالجها بالمضادات الحيوية وغيره اذا بين سنسيشن هو رحمة من ربنا سبحانه وتعالى وهو عبارة عن ورنينج سيجنال وله بروتيكتوف فانكشن في غاية الاهمية هنتكلم دلوقتي عن البيين ريسبتورز في كل سنسي لازم نتكلم عن الريسبتورز وعن خصائصها البيين ريسبتورز زي شباب هي عبارة عن فري نيرف اندينج اللي هي ابسط انواع الريسبتور زي ما احنا عارفين من ناحية الشكل كلها واحد لكن وظيفيا بتتميز لاربع انواع النوع الاول بنقول عليه ميكانيكال فين ريسبتورز النوع التاني كيميكال فين ريسبتورز والنوع التالت سيرمال فين ريسبتورز والنوع الرابع نقول عليه فوليمودر ريسبتورز الميكانيكال فين ريسبتورز والكيميكال والفوليمودر والسيرمال كلهم شكلهم تحت الميكروسكوب واحد فري نيرف اندينج بس بيفرقوا عن بعض وظيفيا فالميكانيكال فين ريسبتورز بتستجيب للمؤسرات الميكانيكية المقلمة ده واحد بيضغط جامد على واحد واحد بيقرس واحد ده نقول عليه ميكانيكا النوع التاني والكيميكا البين ريسبتور بتستجيب من اله سال ومن اي نوع من زي اله سفور يعني اي مادة كيميائية تعملك بين يبقى البين ريسبتور هنا نقول عليه في عندنا نوع تالت اللي هو سارمال بين ريسبتور السارمال بين ريسبتور بتستجيب للمؤسرات الحرارية المؤلمة اللي هي حرارة اكتر من 45 او حرارة اقل من 10 على الجلد طبعا دي جماعة حرارة الجلد زي مثلا لو بحط التلجة على الجلد هتقلمك او اي حاجة سخنة على الجلد برضو هتقلمك الريسبتور هنا اسمه سارمال بين ريسبتور فبعد الحين يمكن يبقى عندك ريسبتور يحس الكيميكا والميكانيكا او الميكانيكا والسارمال اكتر حاجة اكتر حاجة مع بعضها فنسميه نسميه بوليمودل ريسبتور يعني بيحس بوليموداليتي يعني اكتر من نوعية ده جماعة ده مفهوم مهم في بشكل عام هي النقطة اللي هتنبه عندها او نقول عليها أقل قوة للمؤثر تديك بين سنسيشن اسمها بين سريشولد المفروض ان البين ريسبتور الطبيعية عند الناس كلها بيبقى من اهم مزاياها ان هي يعني لا يسهل تنبيه البين ريسبتور يعني انا عندي هنا بين سريشولد طب انا ضغطت كده لا احس ترش وحس اضغط ده عشان ننبهها لازم اضغط جامد جامد عشان ننبهها فالطبيعي ان هي بتبقى هايس ريشولد ريسبتور از ريجارد ديستريبيوشن بين ريسبتورز ار نوت ايكولي ديستريبيوتيد انسايد زبادي بيبقى فيه ديفرانت ديستريبيوشن في اماكن فيها بين ريسبتورز كتيرة في اماكن فيها بين ريسبتورز حتى ان في اماكن ما فيهاش بين ريسبتورز على الاطلاق أكتر الأماكن اللي فيها بين ريسابتور هي السكن والبرااستيام والأرتريز والضيورة أوفزابرين في نوطة تانية كمان جوا السكن ما فيبقاش عدد بين ريسابتورز زين في كل مناطق الاسكن فعندنا معنطقة الفيس بيبقى فيها بين ريسابتورز كتيرة الهندس فيها بين ريسابتورز كتيرة لكن مركز الجسد فيه بين ريسابتورز قلية بتبقى البين ريسبتورز قليلة في الديبتشو وفي البسرة ممكن البين ريسبتورز بتبقى مش موجودة تماما او اطلاقا في البارينكيميتاس اورجن زي مثلا زي الليفر وزي الكين الحط ده نهوقف عندها بيقولك ان البين ريسبتورز في البارينكيميتاس اورجنز وفي حالة يعني هوقف عندها وليها علاقة بتخصيص شوية في الكبد اللي هي جماعة اورام البارينكيميتاس اورجن واشهر حاجة فيها في مصر اللي هي اورام الكبد اورام الكبد بتظهر حاجة اسمها بقرة بيقولك عليها بقرة باللغة لما نيجي مبسطها العينين بيسمها فوكالليجن اول ما انا دكتور بشوفها بشوف ايه دايرة كده جوة الليفر فالعيان بيجي لي عنده اورام في الكبد والعيان ممكن ما بيشتكيش من حاجة بس هو عنده تلايف او عنده امراض اللي هي بتمهد لي الاورام فبنلاقي ان العيانين عندهم اورام في مراحل خطيرة جدا يعني الورا ممكن كتره يتعدى خمسة سنتي والعيان مش حاس اي حاني حتى انك تقول العيان نبدأ يتعالي كلك لان مش حاس حاجة يا دكتور دي طبعا حاجة خطيرة جدا لان البارينكيميتاس مفيش فيها فينلسكتور ومن توابعها ان الانسان ممكن يبقى عنده تيومر والتيومر بيكبر وهو ما بيحسش طب والحل في ايه ده يا دكتور الحل ان الشخص اللي متوقع ان هو عرضة للاورام سواء ان هو متوقع بنفسه يعني واحد عنده فهم الهيستوري ان العيلة كلها فيها اورام او الدكتور متوقع ان الشخص ده الكبدي بتاعه فيه تلايف وهو عرضة للاورام او واحد مدخن فرق عرضة للاورام لازم نعمل له على طول سكرينج للتيومر كل فترة زمنية معينة بتبقى غالبا شهور نعمل سكرينج نعمل اشعاتنا ونعمل تحاليلنا عشان اول ميزر تيومر انا مستنيه وطبعا العلاج بيبقى ناجح جدا في البداية اه الجزء اللي بعد كده طيب بتتنبه ازاي البين ريسابتور البين ريسابتور زي كيميكال ميكانيزم سواء كان نوعها بقى يا جماعة سرما البين ريسابتور كيميكال او ميكانيكا لا طريقة التنبيه نفسها اللي كنت بقولها من شوية دي اللي كان اسمها اما هنا طريقة التنبيه احنا عندنا نبص كده على الرسمة اللي قدامنا دي عندنا هنا يا شباب اه اه ده دي سال دي خالية من خلاج جسمنا اللي هي بتمثل وعندنا ده ريسابتور وعندنا ده السي الناس احنا قلنا ريسابتور بيبقى ومايبعدش نفطات افدا للسي الناس وبالتالي مفيش لما نتعرض لمؤسر لازم المؤسر ده يبقى لازم يبقى لازم المؤسر ده يبقى قادر على ان هو يكسر بعض الخلايا ازا ما قسرش خلايا ازا ما عملش تيش دوستراكشن ايا كان بقى بسيطة او كتير بس لازم يحصل تيش دوستراكشن هيبقاش في بين طب ليه لان بتبقى موجودة اصلا جوه السل يعني لازم المؤسر قدامك ده لازم يدمر السل لازم يدمرها علشان تطلع منها المواد اللي نقول عليها تطلع بقى تتصاعد منها ومش هتتصاعد الا لما الخلية تتقصر مجموعة من الكيميكالز بنقسمها الى فئتين الفئة اللي نقول عليها والفئة التانية نقول عليها دايريكت دايريكت استيميليتور دايريكت السيميليتور السنسي تايزر زي ايه جماعة زي وزي السابستانس بي والدارك استيميليتور زي البوتاسيام وزي السيروتينين وزي برادي كينا برادي كينا طب المواد دي بتعمل ايه البروستاجلاندن وسبستانس بي اللي هما سينستارز هتو بعملوا ايه وكمان الدارك استيميليتور اللي تتعمل بص يا استيد البروستاجلاندنز والسبستانس بي الحاجات دا بتروح على ريسبتور هل يا طرق بتعمل استيميليشن لأ بتعمل له بارشيال دي بولارايزيشن يعني الممبرين بتاع الريسبتور يبقى دي بولارايز بس من غير ما يدي ديستشارج نقول عليها بلغة بسيطة تقلل استيميليشن بس دا اللي بعملو البروستاجلاندن والسبستانس بي يجي بعد كده دور اللي هو البوتاسيوم براديكاينين سيروتينين حاجات دي يا جماعة اول ما تلمس ريسبتور يبقى ريسبتور متجهز والسريشلد قليلة تعمل له دا اللي تنطلق النبضات تصل الى البرين على طول نحس زي ما قلنا كلها كيميكا الميكانيزم عن طريق وعن طريق تعمل وصلت النبضة للبرين نحس دي الميكانيزم ودي طبعا ميكانيزم سهلة واضحة برضو في الصورة يا شباب تمام? آآ لما لما النبه بمؤسر مؤلم تتكسر بعض الخلايا تطلع منها كيميكالز بعضها سينسيتيزرز زي وبروستاجلاندين وبعضها ضائرة زي ابتاسيام وهيستامين وبرادي كاينين السينسيتيزرز تقلل السريشلد من غير ما تدي نبضات والضائرة تعمل السيميليشن وبقى في نبضات تروح للبرين نحس طيب بعد كده هتكلم عن كلاسيفيكيشن كلاسيفيكيشن ده قصة كبيرة بمعنى ان كل علم من العلوم الطبية بيقسم البين على حسب ما يخدم العلم ده ولكن احنا لدينا تقسيمات اعامة ممكن نقسم البين اول حاجة على حسب ما كان البين ريسابتور الاكوتينيس بين وديب بين وفسر البين لو البين ريسابتور في الاسكن نقول عليك بينيس لو في المسلز والتندن والجوينس والليجامين نقول عليه ديب بين ولو في الامعاء نقول عليه فسر البين ولو في الاعصاب نقول عليه نيوروباثيك بين وممكن نقسم بقى على حسب حدة الألم أو شدة الألم أو توقيت الألم إلى أكيوت بين ألم حاد وكرونك بين ألم حاد ده يعني ألم الإنسان تقلم فجأة تمام لكن الكرونك ده اللي هو الألم المزمن اللي هو الشخص اللي عنده ألم بقالها أيام وأسبوع ويمكن شهر و سنين في بعض الأحيان طيب هنتكلم دلوقتي بقى عن أول نوع فيهم كوتينيس بين ألم الجلد أهم ما يميز ألم الجلد يا جماعة أنه هو نقول عليه يعني إحساس مزدوج يعني الألم الجلد ده ما بيبقاش إحساس واحد بمعنى أنه إحنا عندنا حاجة اسمها فاست بين وحاجة اسمها سلو بين فاست بين سلو بين فاست بريكينج بين سلو بيرنينج بين هتفرق بينهم إزاي تخيل كده أنت شكت بدبوس شك الدبوس أول ما الدبوس بيخترق الجلد بيديك ألم رهيب جدا مؤلم جدا جدا بيستمر بحدود سنة لها اللي هو الاختراك بتاع الجلد ده نقول عليه فاست بين طب شلنا الدبوس أو حتى فضل مكانه بيبقى فيه ألم في الجلد ممكن يعد دقيقتين تلاتة ساعة اتنين أيام ده نقول عليه السلو بين اللي هو النقاح كده أو الألم اللي بيضايق اللي بيبدأ الموجود معاك فترة طويلة نقول عليه سلو بيرنينج بين أما اللي سعلي في الأول دي نقول عليها فاست بين عندنا بقى مقارنة مهمة ما بين الفاست بين والسلو بين وسهلة أول حاجة أن الفاست بين براكينج والسلو تارنينج رقم اتنين الفاست بين واللوكالايز يعني لما تشكت هنا هنا واللوكالايز أما السلو بين بيبقى فور للوكالايز يعني تبعى عارفة أن فيه ألم طالع من كفة إيدك هنا من الهاند أو طالع من الأرم أو طالع من الفور أرم فنقول عليه أنه هو فور للوكالايز الفاستبين في خلال واحد من عشرة ثانية اما السلوبين بيبقى فلت شورتلي يعني هو مش بطيء قوي يعني بس يعني يحتاج ثانية اما الفاستبين ده لا لا ده في خلال واحد من عشرة ثانية الفاستبين ما بيطولش كتير يعني هو بيقعد يدوب ثانية اما السلوبين لا ده مكمل معاك فترة غير محددة على بحسب شدة العصابة في فرق بقى مهم ما بين الاتنين من حيث الباثوي الباثوي بتاع الفاستبين اسمه نيو سباينو سلاميك باثوي والفاستبين اا او الباثوي بتاع السلوبين اسمه باليو سباينو سلاميك باثوي اه احنا عندنا الفاستبين بيتنقل عن طريق فايبر اسمها A ديلتا فيبر سريعة التوصيل. اما السلوبين بيتنقل عن طريق فايبر اسمها بطيقة التوصيل. المسار بتاع السلوبين اسمه باليو سباينوسلاميك والمسار بتاع الفست بين اسمه نيو سباينوسلاميك. يا طرى المسارين دول بفروق عن بعض فيه. طبعا اه اه اسمه الفارية يا جماعة ان الفست بين بين بسوي بينتهي مينلي يعني الفايبر تدخل وتنتهي في تعمل تشابك على خلية اسمها وبعكها تعمل وتصعد وتعدى على السلامس وتصل الى يعني كلها بتصل بالنسبة عالية جدا فوق التسعين في المية من الفايبرز التنتهي في اما السلوفين برضو الفايبرز بتوصل للخلية اسمها وبرضو بتعدى قدام السنترال كنال وبعد كده بتوصل للبرينستام وفي البرينستام حوالي تسعين في المية من الفايبرز بينتيف منطقة على البرينستام جزء منهم يعد على السلامس وحوالي عاشرة في المية بس بتوصل للسي 했는데 الاي بتوصل لله الفايب البليو بحسسك الله وسي مرة وهو بيبقى لان ما بيوصل لله compliant شم esses لانه بينتيه من البرينستام والسلامس والاماكن ديت ال翻 округ اйزي جيد فيها بيبقى ده الفرق الاساسي ما فيين الفايب البسوي اللي هو termination ال الفايب البنيو بينتهي علي البرينستام جزء وهي هو المر Hulk على ده بالنسبة للباسويز ودي الرسمة هي جماعة بتاعة الباسوي قدامك اهوت تمام الرسمة دي لو قلنا بتاعة ايه تبقى دي بتاعة رحت على الكورتكس اما الرسمة بتاعة الباليو ويظهر على الشاشة برضو الصور التانية لها بتلاقي الفايبر تنتهي على منطقة البرينستيم معظمة لا يقل عن تسعين في المية من الفايبر بيمتهي على منطقة البرينستيم ولي بيكمل لفوق الكورتكس مش اكتر من عشرة في المية في عندنا بقى بوزقية مهمة شباب اللي اسمها لما الانسان يتعرض لكوتينيس بين بيحصل في جسمه رد فعل رد الفعل ده نقول عليه اول حاجة حاجة اسمها رقم اثنين اوتونامك راكشنز رقم ثلاثة ايموشنل راكشنز ورقم اربعة حاجة اسمها هايبر الجيزية طيب ايه هي السوماتيك راكشنز ان الانسان يبقى فيه رد فعل على مستوى السومة واشهر حاجة هنا هو ان الشخص يصحب ايده ويتنيها ويبعدها عن المؤسر المؤلمي اوتونامك راكشنز دي بتعتمد على شدة المؤسر لو المؤسر بتاعنا مائل تو مودرت لو مائل تو مودرت غالبا يبقى معاه سيمباستيك افاكس ويزيد الهارد رايت ويزيد البلاك براشر لكن لو سترونج كوتينيس بين لا او سيفير يبقى معاه بارا سيمباستيك افاكس ده ممكن يبقى خطير جدا عشان كده يا جماعة لازم ناخد بالنا ان البين قد يكون قاتل ازاي احنا ممكن في بعض الحين بنعرض العينين لكوتينيس بين يعني مسلا واحد بنخيط له جرح من غير ما البنيجو ما ده كوتينيس بين طب لما تيجي تدخل بالابرة في الجلد ده ممكن يعمل عنده ويعمل عنده وقد يكون قاتل يعني انا يعني العين ماتش من الجرح مات وانا بخيطه لازم نحترم الاحساس بالالم عند العينين دي نقطة مهمة يا شباب احترم الاحساس بالالم الاحساس بالالم مش حكاية التحمل الالم ممكن لما يبقى جديد ببقى فيه رد فعل لا اراضي مش بيد الانسان هو سترونج بين هيعمل سترونج بقى سنبساتيك ويعمل نيروجينيك شوك ممكن تموت بعض الناس خلي بالك اه ما نعرضش الناس لمؤسرات مؤلمة ونبنيجهم بالشكل الملائم لان ممكن يحصل ردود فعل قد تكون قاتلة اموشنا الرياكشنز ان ممكن بعض الناس مع البين يحصل لهم انكزايتي حتى ممكن ديبريشن لما العين يبقى كل ما متحرك يتقلم وشايف ده بتحرك وده بيجري وده بيتنطط وده يقوم يحصل له نوع من الاكتئاب سبب اه ان هو عنده قلم على طول ولا يستجيب قولك روحت لدكتور فلان ورقت لده ورقت لده ورقت لده ولبفيت وعمل وفرضو ما ما فيش فايدة ممكن يحصل له اكتئاب ديجي بقى الحاجة مهمة واخيرة في الجزء ده حاجة اسمها لما يكون انت عندك حتة في الجلد كده مجروحة تلاقي المنطقة دي الاحساس بالقلم فيها زايد قوي عن بيئة الجسم نقول عليها المنطقة على بعضها اسمها ان الاحساس بالقلم مبلغ فيه يجي واحد يقول لك اه طعبانة طب يجي يقول لك طوريني كده لا لا بتبعد عنه كده ليه ان هنا عالي جدا فنقول على الحلقة ده ايه هايبر الجيزيا وهي نوعين حاجة اسمها برايمر هايبر الجيزيا وحاجة اسمها سكندري هايبر الجيزيا نشوف الفرق بين باتنين برايمر وسكندري وعندنا دياجرام مهم هيوضح برضو الفروق البرائمر هايبر الجيزيا اللي برضو اسمها التانية هي عبارة عن يعني المنطقة اللي هي ملتهبة فيها ده ماشي اوكي ده شيء منطقة جدا اما يا جماعة السكندري هايبر الجيزيا معناها ان بتزيد في الهيلسي سكن ذات سراونز زردقل حتة اللي حواليها الجلد الطبيعي اللي حواليه منطقة كده زي مارجين كده يبقى فيه زيادة في الهيلسي سكندري هايبر الجيزيا في الريد اريا برايمري في الهيلسي سكن اراؤون سكنريا اه في الرايمر هايبر الجيزيا يعني مجرد تلمس بس تلمس كده تخيل كده بتلمس جرح او خراك في الجلد تلمسه يديك بان يبقى هنا ده بسبب زي ما اقول في الميكانيزم دلوقتي يعني كنا نقول نضغط عليه جامد جامد عشان تنبه لانه هاي هنا بقى في المنطقة الحامرة ديت طلعت بعض وقللت دلوقتي بس تلمسه يديك بان لان اما في السكندري هايبر الجيزيا الريشل jewel COME hazardous بس هو اللي بيحصل ايه يديك سيفير بين المفروض الميلد بينフول يديني مايلت بين والمو ديد بين يديني مو الدير بين لكن هنا بقى مو ديد يدا ب compromise يعني شككد دبوس تحسها وبشككد دبوس بقت سكينة بس لازل تبقى شككد دبوس يعني لازل تبقى تبقى مؤلمة. تمام? يبقى بس بل بس الاحساس مبالغ فيه. يعني في عندك لازم يبقى جميل. طيب احنا عندنا طبعا دي طبعا آآ بتظهر في خلال تلاتين لستين دقيقة وممكن تستمر بقى فترات طويلة طول ما الالتهاب شغال. تمام? بتبقى مدتها اقل. يعني تتعافى بشكل اسرع. الميكانيزم في البرايمر هايبر الجيزيا سهل خالص. في البرايمر هايبر الجيزيا التيشو ديستراكشن اللي هي المنطقة ملتهبة يعني منطقة حمراء. يعني فيه التهاب. يعني فيه خلالها بتتكسك. بتطلع لك تروح على في المنطقة ديت وتقلل يبقى ازا الميكانيزم هنا. اما بقى في الهيلس سكيل اراوند لأ ما بتقلش ولا حاجة خالص. وبيبقى في بيتفسر عن طريق نظرية اسمها يا ترى ايه هي فكرة دي? انا عايش حضرتها بتكناني ازاي? طيب هي بتتكون من جزئين? اول حاجة والجزء التاني اللي هو طيب ايه هو الكونفرجنس بص كده يا شباب. المنطقة اللي ودامك دي الريد اريا اللي هي المنطقة الملتهبة. اللي لونها احمر. طبعا اللي هي منطقة البرايمر هيبالجيزيا. الافرنت بتاع اللي جاي منها طبعا بيعد على تمام? او يصل الى خلية اسمها طيب ديت هي عبارة عن ايه? عبارة عن اللي هو الخلية رقم اتنين في مصار البين. فطبعا ده الافرنت بتاعنا بيمتهي على الاس جي ار اللي موجودة في الدورزة الهورن. وبعد كان الخلية رقم اتنين تكمل وبعد كتكمل طريقها بقى للبرين تروح للسلامس وبعد كده منها تصل الى السرابرال كورتكس. المفروض المنطقة منطقة البرايمر هيبرالجيزيا دي المفروض ان هي منطقة ملتهبة ولا تتوقف عن انها تبعت نوضات. انها ملتهبة ممكن تبدأ شغالة اربعة وشرين ساعة. فعمال يبعت نوضات. معنى كده يا جماعة ان الخلية بتاعة دي دايما نشغل على طول مسخنة على طول او نقول عليها ان هي ايه يعني الخلية دي سريعة الاستجابة طب من ايه? لان منطقة البرايمر اريا عمالة تبعت لها نبضات باستمرار. فنقول ان دي بتبقى الخلية تبقى ايه? دي بقى ده ما فهم ان الخلية دي سريعة الاستجابة بتأسير النبضات اللي بتجي لها باستمرار من البرايمر اريا. جميل ده طب فين بقى بص يا سيدي الافرنت اللي جاي من البرايمر اريا تمام? بيجي كده تمام? ويدخل كونفرج. كونفرج يعني بيضم على السين اس جي ارد. يعني بيمتهى عليه. يعني اس جي ارد اتكمل خلاياها بتكمل البراين. طيب ايه الادفانتج اللي اخدها الافرنت ده? انه انتهى على اس جي ارد. مسخ هنا. تمام? فلما يبقى عندك نبضة او اتنين من هنا يجي يلاقي في استجابة عالية جدا من الاس جي ار. وبالتالي تديك رسبونس اعلى. يعني لو انت عندك هنا مع الاستجابة العالية هنا يديك سيفير بيم. يبقى ازا النظرية ببساطة بتقولك ان افرنس كومنج فروم البرايمر اريا ان سكندر اريا كونفرج بيضمهم على السين اس جي ار. اللي هي الخلية رقم اتنين في المساري اللي موجودة في الدورزة وهون. وباقي نكمل للبريم. طريقنا البريم. طب ايه الميزة اللي جات من الكونفرجنس? ان الفايبرز اللي جاية من السكندر اريا دي بتلاقي الاس جي ار مسخنة. فتدي استجابة عالية. يجي لها نبضات قليلة من السكندر اريا. تديك نبضات كتيرة جدا على مستوى الاس جي ار. المخ بتاعنا بيعرف ان نبضات من او النبضات اللي وصلت برين هي اللي بتحدد شدة المؤسر. جايله نبضات كتير يقولك ده مؤسر قوي. دي ببساطة فكرة الكونفرجنس فسيليتيشن تسيره. وكده يا شباب اخلصنا اي حد عنده استفسرات يكتب في التعليقات. ومش في الفيديو ده يا جمع في اي فيديو لان طبعا صعب ان انا اجاوب على الواتس او غيره. فاكتب التعليق بتاعك وان شاء الله هجاوب على كل الاسئلة. بشكركم والى اللقاء الجديد ان شاء الله. اشتركوا في القناة